منذ فترة يعيش سكان منذ في أزمة حقيقية تتمثل في ندرة البنزين الشيء الذي جعل مسؤولي مصفات الجرماية ليقوموا بزيارة إلى المدينة حيث يلتقوا خلالها مع ممثلين قابات التجار وأصحاب محطات البنزين الذين استمعوا لرئيس الوافت وهو المدير التجاري لمصفات الجرماية فيصل آدم كيسو الذي تحدث عن الهدف من لقائه معهم وأوضح بقوله الأستيجارات المصفات الجرماية فيها تغيير الأ دعائم وبهذا، هذه الأمور التي تدخل فيها كوة ملازلت من أساسية كم تقبل أن أستيجارات المعبورة أصبح تذكرها لأن دواء العديد هذه الشيء من الناس ب boom في هذه الأقل المعبورة يتدخل من هذه الأقل المعبورة حاكم ولاية لقون الغربية إبراهيم بن عمر محمد صالح طلب من تجار البنزين أن يتحلوا بروح الوطنية وكذا تطبيق المعايير والاستراتيجيات التي وضعت من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة وأخيرا استمع أعضاء الوفد لممثلية تجار الذين تحدثوا عن ملابسات هذه الأزمة وكيفية علاجها مؤكدين وقوفهم مع الحكومة من أجل إيجاد حلول عجلة من أجل توفير البنزين في كل المحطات بولاية لقون الغربية